صلو 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 على رسول الله صلو 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 على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أميمة على قناة وصفة ناس مال للوصفات الطبيعية سعدت بلقائكم عزيزاتي على القناة واتمنى أن يلقاكم هذا الفيديو في تمام الصحة والعافية اليوم إن شاء الله سأتشارك معكم وصفة فعالة جدا لتبيض اليدين بكفاءة عالية ومن أول استعمال المكون الأول الذي ستحتاجينه في هذه الوصفة فهو مسحوق الكركم فمسحوق الكركم معروف عليه على أنه مبيض ومقشر وكذلك مرطب ومليل للبشرة وكذلك سيساعدك على إزالة البقع الدكنة والتصبغات ولهذا فهو جد مفيد وفعال في هذه الوصفة الخاصة بتبيض اليدين ستحتاجين كمقدار من المسحوق الكركم في هذه الوصفة إلى ملعقة كبيرة من مسحوق الكركم أما المكون الثاني في هذه الوصفة الخاصة بتبيض اليدين ستحتاجين إلى مسحوق أو الحليب المجفف فالحليب المجفف معروف عليه على أنه يعد من بين العناصر المغدية للبشرة وذلك لأنه يحتوي على عدة فيطامينات ومعادن تعمل على تحفيز الخلايا على النمو بشكل طبيعي والتخلص نهائيا من الخلايا الميتة مما يساعدك على توحيد لون البشرة وأيضا إزالة البقع الدكنة والتصبغات وآثار حروق الشمس بالإضافة إلى أن الحليب المجفف مفيد جدا للتخلص نهائيا من آثار حب الشباب أو حبوب الوجه وستحتاجين كمقدار من الحليب المجفف في هذه الوصفة إلى اثنين معالق كبيرة من الحليب المجفف أما المكون الأخير في هذه الوصفة الخاصة بتبييض البشرة أو اليدين أي بشرة الوجه ستحتاجين إلى عصير الخيار فعصير الخيار معروف عليه على أنه يعد من بين المكونات السحرية لتبييض البشرة فهو يزيل البقع الدكنة والتصبغات ويشد البشرة مما يساعدك على إزالة التجاعيد المبكرة بسرعة جدا وستحتاجين كمقدار من عصير الخيار في هذه الوصفة إلى ربع كوب من عصير الخيار بعد التعرف على مكونات الوصفة نمر الآن بحول الله لشرح طريقة تحضير الوصفة وطريقة الاستخدام فضلا وليس أمرا أختي الكريمة إذا كنت من المتتبعات الجدد لقناة وصفة نازمان أرجو منك للشراك في القناة وتفعيل الجرس لكي يصلك جديد قناتي فور نزوله ولا تنسي دعمي بلايك والشير والتعليق شكرا جزيلا لك أما متتبعات وصفة نازمان فأنا أشكركم جزيل الشكر على اهتمامكم بوصفتي ومشاهدة الفيديوهات بشكل مستمر ودعمي لإعطاء المزيد من الوصفات الطبيعية المجربة والمضمونة بعد التعرف على مكونات الوصفة نمر الآن بحول الله إلى شرح طريقة تحضير الوصفة وطريقة الاستخدام في إناء مناسب تقومين بوضع الحليب المجفف وكذلك مسحوق الكركم وتقومين بخلط هذه المكونات باستخدام عصير الخيار حتى تحصلين على عجينة متجانسة وناعمة جدا بعد ذلك تقومين بتطبيقها على اليدين بالكامل ويمكنك استخدامها أيضا لتويض بشرة الوجه والرقبة تتركين الوصفة حتى تجف بالكامل حوالي عشرون دقيقة وبعد ذلك تقومين بغسل وجهك جيدا بالماء الفاتر وتقومين بترطيب اليدين والوجه بالكامل تكررين الوصفة ثلاث مرات في الأسبوع للحصول على نتائج سريعة ومضمونة إن شاء الله وستلاحظين النتائج جد مرضية بعد الاستعمال الأول فقط لهذه الوصفة كانت هذه هي وصفتنا لهذا اليوم الخاصة بتويض اليدين أتمنى أن تجري بها شكرا على المتابعة وإلى اللقاء عزيزتي في وصفة أخرى إن شاء الله شكرا على المتابعة وإلى اللقاء عزيزتي في وصفة أخرى